مملكة البحرين مرحلة جديدة من مراحل إرساء الديمقراطية وسيادة القانون دشنها مثاق العمل الوطني الذي شكل نقلة تاريخية لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأسس قاعدة الانطلاق الوطنية لدولة المؤسسات والقانون وترجم ميثاق العمل الوطني الرؤية الثاقبة المستقبلية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم في تفعيل صناعة القرارات من حيث الفصل بين السلطات وصولا إلى التنمية الشاملة التي تأسست على التوافق بين مختلف الأطراف من خلال تحديث الأنظمة التشريعية والتنفيذية وتطوير القوانين بما يتناسب مع متطلبات العصر من عكس على تحقيق أقصى درجات التنمية في مملكة البحرين مؤسسات مختصة وقوانين وضعت العمل الوطني على طريق صحيح ما مكن جميع مكونات المجتمع من الانسجام وتعزيز الترابط بينها بهدف التعاون والتنمية والحفاظ على السلم الاجتماعي تأكيدا للمكتسبات والإنجازات التي حققها ميثاق العمل الوطني على الأصيادة كافة دولة المؤسسات والقانون قائمة على مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ العدل والمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات العامة ومبدأ الحرية والديمقراطية التي تطبق بكل شفافية في مملكة البحرين ما أدخلها حقبة مميزة عززت من مكانتها العالمية وجعلتها في مصافي الدول التي تؤمن بالإنجاز والتنمية البشرية ترجمة نانسي قنقر